خمسة وأربعون عاماً قضاها الحج قائد في هذا المتجير العريق سنوات طويلة تقاسمها مع زبائنه الذين كانوا يتوافدون إليه من مختلف أرياف محافظة تعز والمحافظات المجاورة لكن الحال اليوم اختلف كثيراً الآن صدقنا عدنا مستفتحة عدنا ما بش فتح ولا بدي يتكلم والله ما بيقدر يتكلم من القهر البعش رمع فيش بعش رمع فيش عمل ما بوش سوق الشنيني أحد أهم الأسواق الشعبية في محافظة تعز يمر هذا السوق بوضع مترد تاريك آثاره السيئة على التجار هنا فبعضهم أغلق محاله التجارية والبعض الآخر غادرها ومن تبقى منهم فيزالون على أبواب متاجرهم في سوق أصبح أقرب إلى الأطلال بعد الحرب وبسبب غلق المنافذ حصل ركود تجاري كبير بسبب الحصار وبسبب الحرب وبسبب أن أبناء القرية لا يستطيع أن يدخلوا للمدينة لا يستطيع أن يتبقوا لا يستطيع أن يشلوا حقهم المقاضي هذا السوق كان مقتضاً بالزائرين والباعة والمرتادين الذين لا يجدون حاجتهم إلا فيه نظراً لشهرته التاريخية وحركته التي لا تتوقف يحاول التجار هنا وكذلك العام قائد أن يحفظوا للسوق تاريخه العريق إذ لا يزالون صامدين في متاجرهم رغم الحركة الشرائية البطيئة فلسوق نكهة خاصة رافقتهم لعقود كثيرة وتوارثها هؤلاء أباً عن جد إذن هي فترة عصيبة يمر بها سوق الشنيني إذ يعيش أسوأ فترة كساد اقتصادي وذلك بسبب الحصار الذي فرض على محافظة تعز منذ خمسة أعوام ومع ذلك لا يزال التجار هنا يحدوهم الأمل بأن يستعيد السوق زخمه ذات يوم نها علي قناة بلقيس تعيز